ترجمة نانسي قنقر وكنت أعمل في أحد المشاريع في المطار وكنت أرى هذه المشاهد كنت أقرأ وجوه المسافرين هذا متذمر وهذا خائف وهذا مرتبك نظراتهم كانت مؤشر بالنسبة لي فقط أعمل اسكان على نظراتهم وأتنبأ بينه وبين نفسي في المشتبه من بينهم قبل عملية التفتيش أنا من الأشخاص المؤمنين بأن العين نافذة الروح بحثت في هذا المثل في الجانب الطبي علما بأن تخصصي هو الذكاء الاصطناعي وليس الطب والتفحة بأنه يمكن كشف توتر الإنسان من خلال العين استخدمت كاميرا ووب وجهاز كمبيوتر وبنيت المعادلات الرياضية والخوارزميات وصممت البرمجيات إلى أن صممت النموذج الأولي لاختراع يكشف توتر الإنسان من خلال العين أثناء عملي على هذا النموذج في مكتبي دخل علي أحد الزملاء وطلب إجازة قصيرة وكان منزعجا اختنمت الفرصة وطلبت بأن أجرب الجهاز عليه اندهشه وانزعجه وعندما جربت الجهاز كشف الجهاز توتره فرحت كثيرا وفرحت بانزعاجه تحمست أكثر فأكثر وبحثت في نافذة الروح وهي العين واكتشفت بأنه ليس فقط يمكن كشف التوتر وإنما يمكن كشف تعاطي المخدرات والأمراض الوبائية طورت الاختراع واستغرق معي مدة من الزمن إلى أن جعلت الاختراع يكشف الحالات الثلاثة من خلال العين التوتر وتعاطي المخدرات والأمراض الوبائية الذي عرفته على إحدى المستشفيات وبحضور الكادر الطبي المختص أثناء عرضي للجهاز مر من أمام الجهاز أحد الأطباء فأعطى الجهاز بأن الطبيب تناول مادة مخدرة حزنت وظننت بأن الجهاز لا يعمل وأنه علي العودة إلى مكتبي والبدأ من الصفر وتغيير المعادلات الرياضية وتعديل الخوارزميات ولكن لا أعلم كيف سولت لنفسي بأن أسأل الطبيب هل تناولت شيئا؟ فأجاب نعم تناولت عقار الترامدول لأنني أعاني من آلام في الظهر وقد أجريت عملية الدسك مؤخرا علما بأن عقار الترامدول يستخدمه متعاطي المخدرات فرحت فرحا شديدا إلى أن أدمعت عيني واندهش جميع الأطباء بأن كيف الجهاز كشف مادة الترامدول الذي شاركت بهذا الاختراع في معرض جينيف الدولي وحصلت على المركز الأول تشجعت واستكملت دراسة الدكتوراه وكانت حافزا لي وكان دراستي في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني وعنوان البحث حوله نظام التوثيق البيومتري باستخدام تحليل العين والشبكة الأمنية ونشرت العديد من البحوث علما بأنني تعلمت في أحد أهم الجامعات في مؤسسة قطر التعليمية وهي جامعة حمد بن خليفة تعاقدت مع أحد أكبر الشركات الأمنية لتطوير الجهاز وتصنيعه وتسويقه عالمياً وتم العمل الثنائي مع الباحثين في الشركة إلى أن تم تصنيع أول منتج تجريبي يكشف خلال ثانيتين من خلال العين التوتر وتعاطي المخدرات والأمراض الوبائية وتم وضع هذا الجهاز في إحدى المطارات بحيث يمر المسافر خلال ثانيتين يكشف المشتبه من غيره ونجح بفضل الله في الكشف في العديد من المشتبهين والمهربين والمجرمين ومنع الجريمة بفضل الله عز وجل الثانيتين الثانيتين أزعجت للأسف أحد العابلين في المطار ودعا بأن الجهاز يسبب الازدحام الذي هي فكرتها الأساسية لحل الازدحام فصدر أمر باستبعاد الجهاز حزنت كثيراً شعرت بالظلم علماً بأن الجهاز كشف المشتبهين والمجرمين والمهربين رجعت للشركة المصنعة وعملنا معاً على تطويره وتحسين دقة الكشف وتحسين سرعته فلجأنا إلى تقنية التعلم العميق في الذكاء الاصطناعي ولا أخفي عليكم أثناء عملية التطوير واجهتنا العديد من المشاكل والتحديات والصعوبات إلى أن أصبح الجهاز اليوم جهاز أمني يكشف الحالات الثلاثة من خلال العين التوتر وتعاطي المخدرات والأمراض الوبائية بالإضافة يمكن التعرف على بصمة العين من مسافة بعيدة حتى وإذا كان الشخص يرتدي نظارة أو عدسة وبسرعة تصل إلى 1800 شخص في الساعة وشاركت في هذا الاختراع في معرض المخترعين النخبة العالميين ومثلت بلد قطر وحصلت على المركز الأول على العالم ليصبح هذا الاختراع تقنية تكشف الحالات الثلاثة وأسرع اختراع أمني يتعرف على الشخص من خلال العين وأضيفت قيمة علمية ويستخدم في المجال الأمني وفي مجال الطب وفي مجال الأمن السبراني وفي مختلف مجالات التكنولوجيا حادثة المطار لم تدمرني وكانت حافزا بالنسبة لي ما من مصيبة تصيبني في مدرسة الدهري ولم تقتلني إلا تعتبر قوة لي في الحياة حادثة المطار وازدحام المسافرين ونظراتهم سقلتني إلى عالم الذكاء الاصطناعي لقد تغيرت نظرتي للذكاء الاصطناعي حيث كانت نظرتي مثل العديد منه بانبهار والخوف في نفس الوقت الخوف من فقدان الوظائف وفقدان الخصوصية مرورا بالتحديات الأمنية مثل الاختراقات في أنظمة التوثيق كبصمة الوجه وبصمة العين والخوف من الاختراقات في الشبكة العنكبوتية بسبب الانتشار الواسع للذكاء الاصطناعي والخوف من أن يضغى الذكاء الاصطناعي على الذكاء البشري الذي أصبح هاجسا يطجر مضاجر الجميع لقد أثبتت تجربتي في الذكاء الاصطناعي بأن وقوده المشاعر والأحاسيس المشاعر أطلقتها نظرات المسافرين فالتقطتها عدسة الكاميرا وكمبيوتر وتعاملت معها المعادلات الرياضية والخوارزميات إلى أن لجأنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي حل مشكلة الازدحام يمكننا اليوم تطوير أو ابتكار أي شيء باستخدام الذكاء الاصطناعي نحن في بلدنا قطر نواكب التطور والتقدم وندعم التعليم الذي هو غذاء المجتمع لجعل المجتمع مجتمع متطور ومتقدم ومنتج نحن كمجتمع قطر كشعب قطري لن نرضاه إلا بأن نكون في الصف الأول من العالم الأول وسنواكب بإذن الله التطورات في الذكاء الاصطناعي لخدمة البشرية ولا ننسى بأن الذكاء الاصطناعي يفتقد المشاعر والأحاسيس التي هي المحرك الأساسي ومحرك كل شيء حولنا ما دامت مشاعرنا حية فنحن بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا